اشتركوا في القناة بالاضافة الى الخطة المقررة لتطوير قصر الشيخ عيسى الكبير وجامع الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وقدمت الوزيرة لجلالته جازا استعرضت فيه المراحل المنجزة وتتضمن طرح مناقصة تعيين الشركة الاستشارية وعداد التصاميم المبدئية وبدء عملية الاستملاك للعقارات بمناطق التطوير لصالح المشروع بالاضافة الى خطة البدء في العمال الانشائية وخلال لقاء عربا جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره لسعادة وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني وجميع الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ المشروع مثنيا على جهودهم المتواصلة في تقديم افضل الخدمات الاسكانية والاسهام في التنمية الحضرية للمملكة من خلال بناء المدن العصرية مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية في جميع مناطق البحرين مؤكدا جلالة وهمية مشروع تطوير مدينة المحرق لما تزخر به هذه المدينة العريقة من هوية اصيلة وارث انسانيا راسخ في ذاكرة الوطن معربا عن اعتزاز مملكة البحرين بثقافتها وتراثها وتاريخها العريق النابع والمستمد من هويتها العربية والاسلامية كما اكد جلالته الحرصة المستمر على تلبية كافة تطلعات المواطنين في جميع المجالات بما يضمن توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم مع المحافظة على المكتسبات الوطنية وضمان استدامتها للأجيال القادمة من جانبها رفعت سعادة وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني لحضرة صاحب الجلالة الشكر والامتنان على توجيهات جلالته السديدة مؤكدة ان الوزارة تعمل على بذل كافة الجهود اللازمة للمضي قدما في تنفيذ هذا المشروع الوطني الهام سائلة الباري عز وجل يديم على جلالة الملك المعظم موفور الصحة والسعادة ويحقق للمملكة في عهده الزاهر جميع ما تصب اليه من تقدم وازدهار ورقي اشتركوا في القناة